بعد ترامب القضاء الأمريكي يحاكم هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي وهي أول محاكمة في التاريخ لنجل رئيس في الحكم والسبب الحيازة غير القانونية لسلاح نري نتحدث عن هذا المسدس أثناء فترة إدمانه المخدرات عام 2018 الجميع الآن ينتظر قرار هيئة المحلفين لإدانة هانتر أو تبرئته والحجة الوحيدة التي يمكن أن تخرجه من هذه القضية الجنائية هي تعاطف المحلفين معه وإقناعهم بأنه في عام 2018 عندما اشترى المسدس كان راصينا ولم يكن مدمنا من خلال شهادات عائلته وفي حال اضطر الأمر فإن الرئيس بايدن شخصيا سيشهد بذلك أيضا رغم أن الرئيس بايدن أوضح أنه سيقبل قرار هيئة المحلفين واستبعد قرار العفو عن نجله لكن بطبيعة الحال الحزب الجمهوري بالمرصاد وأصبح هانتر هدفا للجمهوريين واستغلوا فرصة محاكمته في هذا التوقيت الحساس قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل